السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ممكن استخدام من الزكاء الصناعي في ان احنا اتذكر حاجة مثلا زي البي امي بي او الليد او اي اشهادة انت عايز تذكرها. مسلا ممكن اقول له ايه انا اريد ان اصبح محترف بي امي بي ما الخطوات. دي البداية بتاعتي ان انا عايز اعرف ايه الحاجة اللي بنا لازم اعملها عشان اخد الشهادة ديت. فهيبدأ يديني الخطوات والحصول على التدريب والحاجات دي كلها. و ازاي تقدم الامتحان. طيب دي بداية خلاص انا عرفت ممكن اي نقطة فيهم انا بش فاهمها اسأله فيها. ماشي? طبام يعني اه مثلا مثلا انا بش فاهم ايه الدليل ده. اقول له ايه ما هو يبدأ يديني الخطوات عن النقطة اللي انا بسأل فيها. طيب بدأ النوع الجواب هوت. وقال لي الحاجات ديت. طيب. ممكن اقول له. اريد منك ان تدربني على الامتحان. فاعطني امثلة بالانجليزي مع ترجماتها للعربي. حيديك امثلة زي اللي بتحمى بيقول. تمام? وقال لك اللي اجابة الصحيحة. فانت مفروض بقى تخب الاجابة الصحيحة. اهو. وتبدأ بقى تقرأ. وتشوف اي انجابة اللي انت متوقع انها تكون صح. تمام? اديك امثلة كتير هوت. طيب. الاسئلة دي خلصتها هكتبله اريد امثلة اخرى. فيبدأ اديك اسئلة اخرى. تمام? طيب انت مش مقتنع بالاجابة? هتقول له انا مش مقتنع بالاجابة دي. اقنعني بالاجابة دي. فيبدأ ان هو يقول لك ليه? طب انا مش متأكد. موجودة فين? هيقولك موجودة في الفصل الفلائد. راجع اني شابتر. و اداري نصيح عشان ادرس الانتحان بشكل كويس. فانا ممكن استعين بالزكاة الاصناعي في ان انا اتعلم اي منهج. ولكم مثلا عايز تذاكر فيزيا تلتة سروي. انا طالب في تلتة سروي. بمصر. و بزاكر فيزيا. هل ممكن تشرحها لي? طبعا لو عنده هايبت ما هو يحلها لك. فاجاب لي المرهج بتاع الفاسي. ممكن تقول له اشرح لي معدلات الحركة. اشرح لي اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة.